بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين اليوم الحادي والعشرون من كل شهر قبطي تذكار سيدتنا كلنا والدة الإله القديس الطاهر العذراء مريم مديحاً فاخراً وتبقيلاً زاهراً من أجل التذكار الكريم الذي لسيدتنا وفخر جنسنا العذراء البتول مرت مريم والدة الخلاص شفاعتها المقبولة تخلصنا من ضربات العدو الشرير أمين من من البشر الذين على الأرض يقدر ينطق بكرامة هذه العذراء والدة الإله مرت مريم لكنني أبتدئ بجسارة بمعونة الله وأقول جزءاً يسيراً مما يليق بكرامتها وعظمتها متيقناً منها بالحقيقة أن تساعدني في هذا الكلام لكي أمدحها كذا قائلاً السلام لكي أيتها العذراء التي صارت كرسياً للمسيح الغير المحوى ابن الله بالحقيقة السلام لكي أيتها العذراء التي احتجب داخلها الذي لا يحويه مكان في السماء وعلى الأرض السلام لكي أيتها العذراء التي أشرق من أحشائها الجالس على مركبة الشاربين السلام لكي أيتها العذراء التي ظهر منها مولوداً الإبن الأزلية الممجدة من السيرافيم السلام لكي أيتها العذراء شجرة الزيتون اللذيذة التي هي أساس المسيحيين السلام لكي أيتها العذراء المنار الذهب النقي التي أشرق منها النور الحقيقي السلام لكي أيتها العذراء القبة الثانية التي داخلها الكلمة الأزلي المساوي للآب بمن أدعوكي أيتها العذراء القصر الملوكي الذي لملك الملوك بماذا أدعوكي أيتها الحقل الذي لم يزرع ووجد فيه عنقود الحياة معطي الحياة لكل أحد بماذا أدعوكي أيتها اليمامة الحقيقية التي منكباها بصفرة الذهب يلمع جداً بماذا أدعوكي أيتها الكرسي الممجد الذي للواحد من الثالوث ومحله الروح القدس من أجلبة أولياتها بماذا أدعوكي يا ابنة الباري ووقيم والسيدة حنة التي أشرقت بالشرف وأظهرت من أصل أبينا داود بماذا أدعوكي أيتها العروسة النقية التي ولدت لنا عما نئيل المولود من الآب قبل كل الدهور بماذا أدعوكي يا كنيسة الأبكار التي الملائكة يسبحون داخلها بغير فتور بماذا أدعوكي أيتها السماء الثانية التي حل في أحشائها الذي نطق من أجله الأنبياء والصديقون تباكي أنت يا مريم العذراء لأن من قبل ابنك عطقنا من العبودية وصرنا أحراراً تباكي أنت يا مريم العذراء لأنك حملت في بطنك جمر اللهوت ولم تحترق أحشائكي تباكي أنت يا مريم العذراء لأنك ردعت من ثدييكي الذي يعول الكل تباكي أنت يا مريم العذراء لأنك اشتملت بالطهر منذ كنت في الأحشاء إفرح يا والدة الإله العذراء فقر جميع نساء العالم إفرح يا مريم أم النور لأنك ولدت النور الحقيقي الإله ابن الإله إفرح يا ممتلئ نعمة الرب معك نعطيك الطوبة مع رئيس الملائكة الجليل غبريال بصوت الفرح ونعظمك مع علي صبات هكذا قائلين مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك اشفعي فينا أمام ابنك الحبيب لكي ينعم لنا بغفران خطيانا ويخلصنا من أعدائنا المضادين لنا ويرحمنا كعظيم رحمته ويعطف قلوب المتولين علينا ويخلصنا من أتعاب هذا العالم الزائل أمين كريا ليسون